المسألة الثانية المسألة بلي أن الله لا يرضى أن يشرك ماهو آدم في عبادته كم نزم سبحانه تعالى قال يا ربي نمشريك يا وزن عبادة زاهر لا ملك المقرب يعني تملئ كيليو كريب نواهي مثلا جبرير ولا نبي المرسل ولا متربجو كيونسي مواري محمد صلى الله عليه وسلم والدليل قاله تعالى نزم رحم بي فأن المساجد لله حقيقي مكير بي إلي ملاهو يا الله عز وجل فلا تدعو من الله أحدا نسميه وسلم الله عز وجل دهنو والدليل قال المسألة قال المؤلف رحمه الله تعالى أن الله لا يرضى أن يشرك ماهو آدم كم نزم سبحانه تعالى وقال يا ربي من المشريكين يقولون تي نكرا هنا يجع نكرا أحد يجع نكرا تعم كل أحد يعني تساك أن نساك كلم يقولون نبيكم أو ولي أو مبوالي أو جني أو ملكن أو ملكن أو ملكن أو ملكن أو ملكن أو صالح أو مقام سليف أو غيري أو أنجنان أنجنان كائنا من كان يجو كايونسي والدليل قاله تعالى دهنو والدليل يقولون أن المساجد لله فلا تضغم الله أحدا كحقكي مكيري إلي ما الله يمنزمه بسمية والسلام منزمه سبحة تعالى في معنى المساجد ثلاثة أقوال معنى إهن مكيري ويصيح الجمع بينهم يعني تكيري تقانيسي المساجد المبني تكيري كايوندوة التي بنية حتى يوم بد الله فيها تكيري صفحة يوم بدأ من جمعين سبحة تعالى نغزبلي أنضاء السجود بذي زينغو زينغو كامرسو يدوز وسبا ينغرارو الأرض بأرض 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 مصيدا وطهورا حبي حديثي أبتو بسعسلم وكا جانليه أرض بأرض مصيدا ومكيري نجي طهارا لله فلا تدوما الله أحدا أي منيز يوم السيمية وسلم منيزه وتعالى أعدا نرسى هنا ناكرة في سياك النهي حبي نهي جهن النهي فتعم كل أحد نعني سيكا كلا مجيكا يوند ولذلك قال الإمام رحمه الله تعالى أو نرسى إمام هنا رحمه الله تعالى في أول المسألة الثانية هذه المسألة يبري أن الله لا يرضى وكا الله عز جل ويكا كالياراذي أن يشرك ماه أحد يعني مروي جوكا يوند ويمشيكي منيزي مصبا تعالى تما لايكا والتي متومة والتي والي والتي جيني والتي مروكاو مصدهيه إلان يري هم ناكاو يپرانشيهاو قالابو دمواندامو أتاداري إزلونغو موليز ترجمة نانسي قنقر